استقبل وزير الأوقاف محمد بختار جمعة رئيس مجلس الشيوخ الكزاخي بديوان عام وزارة الأوقاف وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وبخاصة فيما يتصل بدور الفكر الديني في مجال الثقافة وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن العمل على استعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية أمر لا بديل عنه مضيفا أن الجمعات المتطرفة لا تعمل إلا في غياب الفكر الوسطي الصحيح وغياب العلماء الحقيقيين والفهم الصحيح للدين من جانبه واجه رئيس مجلس الشيوخ الكزاخي شكرا لوزارة الأوقاف لدورها البارز في أحياء ونشر الفكر الوسطي والفهم الصحيح للدين بدولة كازاخستان